نظم مجلس مناء الحوار الوطني جلسة بعنوان العدالة المناخية وقضايا البيئة وذلك بالمنطقة الخضراء لمؤتمر قمة المناخكب 27 يأتي هذا في ضوء استضافة مصر للمؤتمر في شرم الشيخ وتلبية لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإجراء حوار وطني حول أولويات العمل الوطني والمزيد ترصده لنا مراسلة التلفزيون المصري سالي سالم العدالة المناخية وقضايا البيئة جلسة أقيمت تحت مظلة مجلس أمناء الحوار الوطني هنا بالمنطقة الخضراء دمن فاعليات استضافة مصر لقمة المناخ كوب 27 في مدينة شرم الشيخ حيث تناولت الجلسة محاور العدالة المناخية وبخاصة تلك الآثار على الأفراد والمجتمعات والدول التي لم يكن لها الأثر الكبير والأوضح في هذه التغيرات السلبية للمناخ لقينا من الملائم كحوار وطني نتكلم على مفهوم العدالة المناخية خاصة أنه لأبعاد دولية في العلاقات ما بين الدول المتقدمة والدول النمية بيتم ترحاها بقوة في المفاوضات الرسمية خصوصا أن مصر صممت أن أفريقيا تحتضن هذا الحدث الهام الجلسة دي كانت جلسة مهمة جدا لأنها بتربط كمان بين الحوار الوطني الذي يجري الآن في البلد والذي هو حوار غير مسبوق من عشرات السنين وبين قضايا في منتهى الأهمية يمكن هي القضايا الحاكمة والأولى في السياسة النهاردة وهي قضية التغير المناخي الجلسة النقاشية ألقت الضوء على أهم ملامح مفهوم العدالة المناخية وعلاقتها بالعدالة الاجتماعية باعتبارها أحد محاور حقوق الإنسان وتقديم مقترحات حول دور التكنولوجيا في تحقيق العدالة المناخية لتسود العالم مما يؤثر ترضيا على جودة الحياة ووفرة الغذاء ومعدلات الصيد وأيضا فرص العمل وبالتالي على الاقتصاد والأحوال المعيشية كنا عايزين نوضح للسادة الحضور وكمان للعالم اللي بيصور الجلسة وأهميتها في نحو نشر ثقافة الوعي داخل المدارس وجماعات مين اللي بيقوم بالكلام ده؟ دور مهم جدا مؤسسات المجتمع المدني على مدار الفترة اللي فاتت قاموا واشتغلوا على إزاي يخلقوا من الأفكار اللي الشباب بيعملوها مشاريع تقدر تدخلهم داخل شهر يسابت بس تخص المناخ شايفين أزمات مياه في العالم شايفين أزمات غذاء في العالم وكل طبعا في الأول والآخر بيقول أن فيه خلل في النظام العالمي بيكرر في الأول والآخر أن ما فيه عدالة مناخية الدول الأقل مشاركة في الانبعثات الكربونية هي الأكثر تأثرة بارتغارات المناخية والعكس الصحيح فعليات عدة تقام على هامش مؤتمر المناخ كوب 27 منها هذه الجلسة للعدالة المناخية التي تعد قضية أقلقية وسياسية وقانونية وليست بيئية فقط وغيابها يهدد الاستقرار البشري ومستقبل الدول والنظام البيئي لذا وضع هذا المفهوم بما يحمله على طاولة المؤتمر بجلساته بالمنطقتين الخضراء والزرقاء سالي سالم التلفزيون المصري